نمر الان الى مثال طبعا هنا عندي for the plane area shown we would like to determine the first moment with respect to x and y يعني عايز ال-q-y وال-q-x كم يساوون اثنين وهنا احداثيات الصنترويد c يعني x كم تساوي و y كم تساوي احداثيات الصنترويد طبعا بالنسبة للجسم هذا هو area و اقدر اقسمها الى العديد من الاجسام مثلا المثلث الاول هذا نحاله بعدين اقسم الى مستتيل الثاني هذا نصف دائرة ودائرة we will calculate the first moment of each area كل area لحالها with respect to the axis x and y we will find the total area نشوف المساحة الجملية كم تساوي and the first moment of the triangle rectangular and semicircle يعني الجسم هذا وهذا وال semicircle ايضا وبعدين نطرح منها الarea and first moment بالنسبة للcircular cutout اللي هي الصيركور الموجودة في الوسط هنا لانه فراغ compute the coordinates of the area centroid by dividing the first moment by the total area يعني بعدين لو انا عايز يعني ال x يكفي اني اقسم هنا qy على ال area ولو عايز ال y اقسم ال qx على ال total area الافضل هنا انا نستعمل جدول وهنا بيكون عندي الريكتانجول والتريانجول والسومي سيركل والسيركل اللي راح اطرحها واعطي خصائصها يعني ال area وال local x ال local coordinate متع كل جزء x y وبعدين اضرب ال area ال area of x وال area of y اجمحهم هنا وهنا يعني اعمل total وبعدين استعمل النتاج هذي في احتساب first moment with respect to x and y والlocation متع الصونترويد دل area المحتاط طبعا هنا الجسم هذا زي ما شرنا من قبل هو عبارة على مستطيل مع مثلث مع نصف دائرة يعني هذا هذه نصف الدائرة هذا هو المستطيل وهذا هو المثلث وهنا راح اطرح منه بما انه هنا في فراغ راح اطرح الدائرة بالمعطيات التالية أو dimensions التالية ال area الاولى طبعا هنا الطول في عرض يعني 80 في 120 راح تعتيني النتيجة التالية بالنسبة ل triangle هو يعني عرض في ارتفاع على اثنين بتحصل على النتيجة التالية بالنسبة لل semicircle طبعا semicircle احنا عنا نصف دائرة يعني p d أو p r تربيع تربيع على اثنين هذه نصف الدائرة راح تكون نصف p 60 تربيع وتحصل على النتيجة التالية نفس الشيء بالنسبة للدائرة هذه pi r تربيع راح تكون النتيجة التالية لكن زي ما شارني هنا بنترح لأنه فيه فراغ x هذه هي المسافة من هنا إلى هنا هذه هي x بتساوي 60 وبالنسبة المثلث بتساوي 40 وبالنسبة لنصف الدائرة بتساوي 60 وبالنسبة للدائرة أيضا بتساوي 60 نفس الشيء بالنسبة لل y طبعا المسافة من هنا ل هنا y 1 بتساوي 40 والمسافة من هنا الهنا خلوا بالكم رح نضع لها إشارة سالبة ليش لأنها تحت المحور X يعني الجزء هذا هو جزء بتكون فيه الإشارات سالبة والجزء التالي الفوق هذا بيكون إشاراته مجبة بالنسبة للسومي سيركل رح تكون 105.46 والنسبة للسيركل هنا بتكون 80 زي ما نشوفه على الرسمة هنا 80 الحين أضرب الأريا في الـ X أتحصل على هذا واضرب الأريا في الـ Y بتحصل على النتيجة التالية أجمع الآن مجموع الأريا وأجمع مجموع X A ومجموع Y A لكل المثلث والمستتيل والدائرة والنصف الدائرة لكن خلوا بالكم دايما بالنسبة للدائرة الكاميرا رح تكون طرح هنا ليش لأنه فراخ نفس الشيء أيضا هنا The first moments with respect to the X and Y axis QX بتساوي مجموع Y A يعني أخذ هذه وبالنسبة لQY هي مجموع X A أخذ النتيجة هذه ويكون كده بطريقة سهلة ومبسطة جدا نتوصل إلى الاحتساب بالfirst moment with respect to X and Y axis الآن عايز أحسب location of the centerwood يعني إش هي إحداثيات الصنترويد بالنسبة للشكل المعطى هنا القاعدة بتقول أنه تقسم first moment على مجموع الأريا نفس الشيء بالنسبة للY هنا طبعا with respect to Y وهنا with respect to X النتائج هذه حسبناها من قبل ترجعون للجدول وطبعا QY على مجموع الأريا بتساوي 54.8 وهنا QX على مجموع الأريا بتساوي 36.6 ملي متر ونكونوا كده توصلنا إلى تحديد موقع الصنترويد C زي ما نشوفوا هنا بالنتائج الظهرة على الصورة